بسم الله الرحمن الرحيم يتلوها على مسامعكم القارئ الحاج همام عدنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين شكرا سيدات وسادة أعضاء مجلس النواب العراقي لعلكم اطلعتم على الفيديو الذي يظهر فيه أحد أعضاء مجلس النواب التونسي والذي يدعو فيه أعضاء مجلس النواب التونسي في جلسة الرسمية إلى قراءة سورة الفاتحة على المقبور عزة إبراهيم الدوري هذا المجرم المدان الهارب من العدالة ساهم بقتل آلاف من أبناء الشعب العراقي وقتلهم بكافة ويبشع الطرق بالتعاون مع زمرته زمرة البعث الكافر ونحن كمجلس نواب عراقي نطلب من اتحاد البرلمان العربي ومن مجلس النواب التونسي إدانة هذا التصرف من قبل النائب لأنه يسيء إلى دماء وضحايا وشهداء الشعب العراقي وندعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البرلمان التونسي وعدم تكرار مثل هكذا أفعال تسيء إلى سمعة البرلمان التونسي الذي يعتبر من البرلمانات الرائدة في العمل التمثيلي في الوطن العربي نعم وندعو الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى إرسال برقية استنكار إلى السفارة التونسية في العراق أو الممثلية الدبلوماسية في العراق واتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية بهذا الصدق شكرا سيد رامي سنتم شيخ أحمد شكرا سيد رئيس الجلسة نظام القوائم زائدا من أعلى الأصوات في داخل القائمة والمحافظة تكون يعني كدائرة واحدة القائمة على مستوى كل الأقضية والنواحي هذه التجربة الجديدة يحتاج أن يتعامل معه بحذر وخصوصا سياد رئيس الجلسة تطرق جنابك لكركوك كركوك يعني منطقة حساسة تمنى أنه يُعطى الوقت الكافي لممثلين كاركوك تركومان عرب أكراد كاركوك منطقة حساسة كحساسية محافظة نواحيات فيعني الاستعجال بالدوائر من أجل مثلا بقية البس المحافظات لا وضع استثنائي إعطاهم فرصة مثلا للمناقشة أو للتحاور حتى لو المدة 24 ساعة 48 ساعة يعني لا بأس لا مانع زائد الموضوع الدوائر محافظة 2 وأنت جنابه قلت تفقى والنواب لا أكو يعني مناطق ما صار علي أنه وعن ما اتفاق وصار تصويت على بعض الدوائر أنا أتمنى أنه أقدم لجنابكم طلب بـ 52 نائب توقيع أنه التصويت على أحد الدوائر إعادة تصويت هل سيحصل نصاب ما حصل نصاب يمكن الدائرة اللي نتكلم عنه ما رح يصير تصويت عليه أو يجوز يصير تصويت أما قضية أنه الأقضية تقسيمه قضاء معين ينشال منه ناحية بصورة مزاجية مزاج سياسي والمركز ما للقضاء يروح بغير مكان هو قضاء وين ما تريد تودوه نودوه بس لا القضاء يربط بداية الناحية تربط بدائرة ناحية القضاء بدائرة لا تبعد عن مركز القضاء 30 كيلو ومركز القضاء يربط بدائرة تبعد 130 كيلو آكوج عن جنابك طلب ومشفوع بـ 52 توقيع نائب يصير التصويت حصل تصويت الخير وهله السادة النواب ميرجي صوتون هم أمر عايد لهم وموضوع كاركوك أتمنى يعطى له خصوصية بالوقت لأنه موضوع حساس وإذا ما تعاملنا معه بحذر فمثل اللعب بالنار وشكرا سيادة الرئيس شكرا دكتور المثنى شكرا سيد رئيس الجلسة سادة عبد الرحيم نعم ليتسع صدرك لملاحظة تتعلق بقانون في الجلسة الماضية القانون الذي تم تمريره لتصديق الشهادات في الحقيقة هي كارثة إذا أردت لأي أمة أن تسقط فأسقط العلم وأسقط التربية هذا القانون يشرعن لشهادات لا تحمل الطابع العلمي فعلى سبيل المثال كيف ليبكلف بخدمة عامة كالنائب أو الوزير أو عضو مجلس أن يسمح له بأن يدرس رسالة ماجستير أو دكتوراه وتعترف بهذه الشهادة أنا شخصيا كتبت بحث الماجستير ودراسة الماجستير في أربع سنوات ثلاث سنوات فقط بحث الآن الناس بالأونلاين يكتبون بحوث وتكتب لهم ويؤتى لوزارة التعليم العالي لكي تصادق وثلاثين سنة إذا ما تم مصادقتها تعتبر أنها مصادقة عليها هذا جريمة بحق العلم وتدمير وأرجو وأنا حقيقة لم أتدخل لأنه كان ثقتي بالأساتذة الذين تم تهميشهم من أصحاب الشهادات العليا باللجنة تم تهميشهم لم أتكلم باعتبار أنهم هم من يتصدون لهذا الموضوع ولكن عندما فاتحتهم في هذا الموضوع وجدت أنهم تم تهميشهم أيضا ولم يسمع لهم في هذا المجال أرجوكم جميعا لجنة القانونية ولجنة التعليم العالي ورئاسة المجلس أن لا تسمحوا بمثل هذا القانون لكي يدمر العلم في العراق بما يتعلق بالدوائر الانتخابية بما يتعلق بالدوائر الانتخابية نحن نواب محافظة السليمانية على سبيل المثال لم نشترك تسع وتسعين بالمئة مننا لم نشترك في رسم الدوائر التي حددت لمحافظة السليمانية عندما يتم الحديث عن الماكينات الحزبية التي تأتي لكي تشرع القانون في داخل مجلس النواب هذا في الحقيقة معيب النواب هم من يجب أن يتحدثوا ويقرروا مصير هذه الدوائر كونهم يحملون تفويضا من الشعب في التشريع أما الماكينات الحزبية المفروض لا تكون لها علاقة برسم هذه الدوائر إلا من خلال نوابهم الموجودين في داخل مجلس النواب والسؤال الذي أريد أن أطرحه في هذا المجال وأنا لا أشكك بشيء معين لكن أريد أن نرسخ مبدأ عندما السؤال سيد رئيس الجلسة السؤال هو إذا كانت هذه الدوائر مرسومة بطريقة لا تتطابق مع البيانات السكانية الإحصائية السكانية بحيث وضعت عدد أكبر من المقاعد خلافا للتعداد السكاني كيف يعالج مجلس النواب مثل هذا الإشكال بعد التصويت على الدوائر الانتخابية هذا السؤال السؤال الثاني نحن صوتنا في هذا المجلس على مبدأ التجاور في الدوائر الانتخابية إذا تم تجاوز هذا المبدأ وبعدم وجود التجاور تم إلحاق قضاء أو ناحية بمنطقة أخرى ما هي شرعية هذه الدوائر ورسمها بهذه الطريقة هذا سؤال يجب على المجلس أن يجاوب عليه قبل أن يلجأ إلى التصويت على الدوائر الانتخابية وشكرا جزيلا شكرا شكرا سيد عبد الرحيم الشمال شكرا جزيلا سيادة الرئيس أولا بخصوص موضوع كركوك نتمنى إن شاء الله أنه اليوم يصوت عليه وينتهي هذا الملف وبذلنا جهد كبير في محافظة نينوى سيادة الرئيس بذلنا جهد كبير في عملية التوافق فيما بيننا على الدوائر ونينوى فيها ست مكونات إذا كانت كركوك فيها ثلاث مكونات فنينوى فيها ستة فصار شهرين عمل متواصل عمل متواصل واجتماعات إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة وتم التصويت عليها والحمد لله أي دخول في أي دائرة من دوائر نينوى ستفتح علينا نار جهنم الكل يريد التغيير وبالتالي أنا أعتقد ما تجي كل الأمور على مزاجات يعني معينة أكيد هناك يعني من يتضرر شوية وهناك من يستفاد شوية وعليه أنا يعني بصراحة بإسم أهل نينوى نرفض أن تفتح أي دائرة من دوائر محافظة نينوى حتى لا يصر خلال شكرا جزيلا شكرا هدار شكرا سيد رئيس الجلسة طبعا بالنسبة لمداخلة الأخت السيد النائبة بحصوص النائب أو النائبة اللي ترحمت لمجرم في قضية الأنفال البعثية الطاغي وأيدها ولكن ليست هي الوحيدة من استرحمت أو رحمت بتغريدة رسمية على ذاك الطاغية هناك نواب وكتل سياسية قوة سياسية وأنا في نفس اليوم طالبت هيئة الرئاسة ولكن مع الأسف الشديد لم تحاسبوا الساد النواب وإذا أنت تردون حاليا وفي هذه جلسة متأخرة أذكر أسماء الساد النواب أسماؤهم الثلاثية لأنني صاحبة قضية الأنفال لأنني التي فقدت والدي وأهلي وأنا عمري أقل من خمسة سنوات أنا التي ضحيت بمئة وثمانية وثلاثين من أهلي ولا يحتاج المزايدات السياسية من قبل بعض النواب هناك من يقولون بأن الديمقراطيين أو نائب من الديمقراطي أنا بنفسي حاسبت النائبة من قبل حزبي ولكن مع الأسف الشديد لم أرى موقفا من قبل مجلس النواب وعليه أطلب الآن كما سويتم مداخلة من قبل نائب تونسي بأنه طلب قراءة الفاتحة على روحي الطاغية عزة الدوري وطالب هيئة الرئاسة والآن أن تحاسب وأن تطلب من الجهات القضائية محاسبة النواب أولا ثم الجهات أو الكتل السياسية والقوى السياسية بمن استرحموا ذاك الطاغية والذي حكم بموجب قانون صدر في محكمة صدر من قبل مجلس النواب ومحكمة جنايات عليا عراقية وليس محكمة في أقليم كردستان بأنه مجرم وليس متهم وبأدلة جنائية ثبتت ذلك وأنا كنت محامية بأكثر من ثماني سنوات في تلك المحكمة ولا يحتاج مزايدات سياسية بأن نائم من الحزب الفلاني أن نحن كحزب حاسبناها وعليه أكرر بأن تحاسبها مجلس النواب شكرا سادر شكرا هدار شكرا دكتور عبد الباري سلمان بعده دكتور عبد الباري من بعده دكتور عبد الباري شكرا سيد الرئيس سيد الرئيس الجلسة فيما يتعلق بالقانون الذي صوت صوت عليه لا أقول صوتنا عليه لأنني لم أصوت عليه فيما يتعلق بموضوع قانون الشهادات في تعليم العالي وجنابك تدري على هذه المنصة أنا كنت مع تشريع هذا القانون وتحدثنا قبل رساله إلى اللجنة القانونية لكن عندما تنظر إلى القانون ما يؤخذ على هذا القانون وأنا أتعجب لأن الذين هم فيها اللجنة لجنة التعليم العالي من أساتذة هو المسألة الرصانة العلمية سيد الرئيس الجلسة المشكلة هنا ليس في موضوع طبعا هذه مسألة قانونية وكان لابد أن يكون هذه الفقرة مسألة دراسة الموظف خاصة النواب فتشريع هذا القانون الآن أصبح محل طعن أنا أتصور هيئة الرئيس في وزارة التعليم العالي بكل الكفاءات العلمية الموجودة والكفاءات العلمية العراقية لا يستهان بها فأنا أتصور يكون محل أولا طعن من قبل هيئة الرئيس وثانيا في الإعلام يقال بأن مجلس النواب أرادوا أن يشرعوا هذا القانون لبعض من النواب الذين يحاولون الآن الدراسة وأنا أتمنى لك لجميعهم التوفيق كل ما يحصل أي عراق على شهادة عالية هذه بالنسبة لنا شيء نفتخر بها لكن برصانتها العلمية فلهذا أنا أتصور بأن يكون هناك إشكالية في تشريع هذا القانون ويؤيد رأيي المعارضين لهذا القانون وشكرا جزيلا شكرا دكتور ونحن ندعو وزارة التعليم العالي لأنه تطلع على القانون ونتمنى على الوزارة أن نتحل كل المشكلات التي تراكمت منذ أكثر من 17 سنة ومنها موضوع معادلة الشهادات سلمة شكرا جزيلا سيدنا فيما يخص مداخلة النائب في البرلمان التونسي نثني على ما تفضلت به ندين ونستنكر هذا التصرف وأيضا أطلب من هيئة الرئاسة تشكيل لجنة تحقيقية على كيفية نقل جثمان عزة الدوري ودفنه في صلاح الدين أين كانت تيلة هذه المدة في حين كان مطلوبا من العدالة نطلب اللجنة التحقيقية إلى كيفية وصوله إلى صلاح الدين من نقله ومن أين أتى أين كانت تيلة هذه المدة لجنة الأمن والدفاع لمتابعة ما ذكرتها سيدة سلمة ولجنة الشهداء والسجناء السياسي والشهداء والسجناء السياسي شكرا جزيلا سيد الرئيس شكرا سلمة أستاذيو نادم أستاذيو نادم من أي تحرير باتجاه البرلمان العربي حتى تحمل مسؤولية وأنا أقوم بالواجب إن شاء الله جنابك مكلف رسميا من مجلس النواب العراقي بمتابعة هذا الموضوع مع برلمان العربي ومع البرلمان التونسي شكرا جزيلا شكرا سيد الرئيس أحنا كنا قاعدين بالكافيتيريا بانتظار هذه الجلسة المهمة اللي نختم بيها قانون الانتخابات أعتقد الساعة بثنتين إلا ربع أحنا قاعدين من أجل أن نكمل ما يريد من عندنا شعبنا بإكمال قانون الانتخابات احترمنا وقدرنا وخلينا أخواننا مكونات كاركوك على راسنا وانطيناهم بدل المهلة مهلتين وثلاثة وأربعة وخمس وقبل نص ساعة قالوا اتفقنا وإجينا على هذا الأساس وكل أخواننا وأخواتنا اللي باقين للساعة الثنتين الفجر حتى نصوت على محافظة كاركوك ونهي هذا الموضوع لأنه شعبنا منتظر من عندنا قرار مصيري هسا احنا نجي نفتح الجلسة قال فلانو حجعلانو مداخلات جانبية أخواننا نواب كاركوك الذين يتناقشون على كاركوك انطيهم مهلة الآن ساد حسن نطالبك بمهلة وهذه المهلة احنا كنا نباو عليها كمّلوا أهلا وسهلا ما كمّلوا احنا ما نطلع نصوت على ما تراه جلسة مجلس النواب وفيه ما لا ما نطلع إذا ما نصوت بس هسة تنطي مهلة مؤقتة أو نطلع على القديم أو على اللي طرحتها اللي جاء القانونية الاخوان اللي جاء القانونية كان عتم طروحات نصعد طروحات وكان الله يحب المحسنين سيادة الرئيس والله 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 نستحي لما نشوف أخواتنا باقياتي أنا لسه عبدت ثنتين بالليل حتى نكمل قانون الانتخابات وبعض الأخوان جاي يعني يتناقشون بتفصيليات ما تستحق النقاش فأترجى من سيادة الرئيس وهيئة الرئاسة المحترمة أن تحسم هذا الموضوع الآن ولان آخر دقيقة واحدة شكرا جزيلا شكرا شكرا سيد الرئيس سيد الرئيس بالنسبة إلى كاركوك مدينة مهمة كلية نعرفه وحنا كنا في الدورة الأولى أيضا دخلنا في هذا الإشكال وخلينا في قانون الانتخابات مادة لحدنا نذكرها مادة رقم 23 خاصة بكاركوك وصار عليها إشكال كثير ولغط كبير جدا فاللي أدعوه من أخواني في مجلس النواب بأن يعطون لكاركوك استثناء في داخل هذا القانون نستثني محافظة كاركوك من الدوائر الانتخابية ونذهب بكاركوك إلى أن تكون كاركوك دائرة واحدة ليس دوائر متعددة كاركوك لا يمكن أن نجزئها على دوائر ولا يمكن إخواننا أن يتفقوا اليوم صار تقريبا عشرة أيام هم يتحاورون فيما بيناتهم والآن إحنا جالسين وعلى عين من رأسه نجلس للصبح حتى يحلون مشكلتهم هي مشكلتهم هي مشكلتنا كلتنا مشكلة كاركوك مشكلة العراق فحل هذه المسألة إحنا المفروض نساهم بها أخواني القانون ليس آية من القرآن نازلة بحيث نلتزم بها القانون إحنا اللي شرعناه فنضع استثناء لمحافظة كاركوك أن تكون محافظة كاركوك دائرة واحدة والانتخابات بها طبقا للقانون السابق النافذ لحد اليوم وشكرا لكم شكرا شكرا حجي النائب يوسف دكتور شكرا جزيلا سيد رئيس الجلسة حقيقة أنا أثني على كلام جنابك بالبداية بالنسبة للبرلمان التونسي وأثني على كل الزملاء اللي تحدثوا بالأمر هذا فيما يخص داخل العراق خرق واضح للدستور خرق واضح لإحدى مواد الدستور اللي أقرأه فقط المادة السابعة من الدستور أولا يحذر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرِّض أو يمهِّد أو يمجِّد أو يمجِّد أو يروج أو يبرِّر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمَّن كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون لذلك نحن نثني على أن يكون هناك لجنة تحقيقية بالموضوع وهذا يعني حقيقةً سابقةً خطيرة في هذا الموضوع لازم يكون هناك لجنة تحقيقية بالموضوع كلفنا تم تكليف السيد ينادم كنة لأنه عضو بالبرلمان وسيأخذ على عاتق النقل ما طلبه مجلس النواب العراقي قصي الشبكي قصي سيد رامي والسيد وشام السهد شكراً سيد الرئيس لا شك أن نينة وكاركور لديها خصوصية في موضوع تنوع المكونات وأنا وثني على ما تفضل به أحد السادة النواب حول التروي وعدم الاستعجال في حسم هذين المحافظتين لأنه بصراحة نحن لدينا هواجس وتخوفات من وجود عواقب ربما تكون وخيمة في حالة تفرض الإرادات على مناطق المكونات فمنطقة السهنينوة والتي تم التصويت عليها وتقسيمها وتقسيم أوصالها أوصال هذه المنطقة مع أنه البرلمان صوت على مبادئين أساسيين اللي هو مبدأ التقارب الجغرافي ومبدأ حقوق المكونات فأين هذين المبدأين من التصويت اللي حصل حقيقةً سيد الرئيس أنا كممثل عن هذه المنطقة السهنينوة تقدمت بطلب مشفوع بتواقع أيضاً في مسألة إعادة النظر بهذه المنطقة منطقة السهنينوة اللي يضم مختلف المكونات الأقليات القومية والدينية للأسف اليوم هذا التقسيم يصب لصالح أحزاب أحزاب تريد أن تهيمن على هذه المنطقة أحزاب تريد أن تصادر مقدرات هذه المنطقة أبناء الأقليات في هذه المنطقة اليوم نحن نناشد كل البرلمانيين بأن ينصفوا أبناء المكونات الأقليات في هذه المنطقة وأن لا يسمح لجيجها بأن يصادروا هويتهم ومقدراتهم ونتمنى أن يؤخذ بهذا الطلب اللي قدمت بي ومشفوع بتواقع أكثر من أربعين نائب من السيدات والسادة النواب أتمنى أن يؤخذ هذا الطلب بنظر الاعتبار في إعادة النظر بالدوائر إذا أخذ النظر ببقية الدوائر شكرا جزيلا شكرا نائب رعام السكيني شكرا سيادة الرئيس بالنسبة أنا أريد أعقب أطافا ما ذكرته هيئة الرئاسة ما قام به البرلمان التونسي وهذا التبجح في ذكر وقراءة الفاتحة لإنسان مجرم وسفك ما سفك ولحد هذه اللحظة واللحظات السابقة كانت ضمن التنظيمات الإرهابية الإجرامية وهناك قد تكون من القوى السياسية المتعاطفة أو نواب معينين هم لم يأتوا إلا من الترف السياسي صراحة هناك كثير من النواب من قوى السياسية كانت من المعاناة نحن في لجنة العلاقات الخارجية نطلب بأن هناك أي من الوزارات الخارجية أيضا كجهة تنفيذية أي بعثة دبلوماسية في تونس وأي بعثة دبلوماسية في بغداد أن تذكر مذكرة احتجاج ولجنة تحقيقية بذلك وبنفس الوقت هناك يجب أن يحدث سلوك النيابي لبعض النواب الذين يترحمون ضمن مواقع التواصل الاجتماعي لأناس مطلوبين للقضاء العراقي أو ساهموا بسفك الدماء ولحد هذه اللحظة هناك مجاملات لكثير من النواب والنائبات بأن يترحموا ويسرحموا على هؤلاء الأشخاص الذين صراحة تاريخهم مسود ومظلم ويجب استهجان واستنكار مثل هذه الأساليب وعلى رأسها تستجن واستنكر هيئة الرأس شكراً شكراً أستاذ راني أستاذ حسن بس عندي مداخل شكراً سيد الرئيس طبعاً إحنا بيوم التصويت على الدوائر لصلاح الدين هداعش نائب شدنا موجودين مع ذلك مرر القانون القانون اللي تمرر بالدوائر لمحافظة صلاح الدين أنا أثني على كل النواب اللي يحجوا بحيث ناحية من نواحي قضاء بلد عشر مترات عن بس إذا تسمح لي عشر مترات البعد مالها عن قضاء بلد نتحول إلى مية وعشر إلى سبعين كيلو عندنا القضاء يعني الدوائر مالت لكل هاتشانة كل المحافظات لقيت مشاكل مو بس لا الموصل ولا كاركو كنا إحنا عندنا مشاكل بس مع ذلك إحنا رضخنا للأمر الواقع قد يكون قسم من عندنا وقسم أكو عندهم اعتراضات فنبقى مننا لما أصر الاعتراضات على الدوائر ويعدلون بما هم يرضيهم سيدات سادة النواب تم إكمال الدوائر الانتخابية لمحافظة كاركوك وقد تم توزيع المحافظة وفق المعيار المتفق عليه إلى ثلاثة دوائر لكل دائر أمرأة الدائر الأولى قضاء المركز شرقا مجموعة المقاعد خمسة عدد الرجال أربعة ليس عدد الرجال مجموعة المقاعد خمسة الأعلى أصوات أربعة وعدد النساء واحد قضاء المركز وسط أيضا عدد المقاعد أربعة الأعلى أصوات ثلاثة وعدد مقاعد النساء واحد حويجة زائد الرياض حويجة زائد الرياض ثلاث مقاعد الأعلى أصوات أثنين وكوتا النساء مقاعد واحد ووقعوا على هذه كل القوة السياسية الممثلة لمحافظة كاركوك أطلب من المجلس التصويت على دوائر محافظة كاركوك الثلاث نعم تمت الموافقة أطلب من المجلس التصويت على على أبي غرق سقطت سهوا هي جزء من يعني من دائرة الكفل بحيث تبقى دوائر محافظة الدائرتين أربعة بأربعة للمركز قضاء الحلة أطلب من المجلس التصويت مع إجراء اللازم للحفاظ على عدد المقاعد أربعة بأربعة في الدائرة الأولى والثانية في محافظة بابل نعم نعم تمت الموافقة أطلب من المجلس بما يتعلق بما يتعلق بناحية الحسينية في قضاء في محافظة كربلاء أيضا نعم سيدات سيدات سادة النواب هناك أربعة طلبات سيدات سادة النواب ماكنكم طلبات أربعة بما يتعلق بمحافظة نينوة الأول ابقاء قضاء البعاج ابقاء أخوان هذا الأمر ابقاء قضاء البعاج ضمن دائرة سنجار الطلب الطلب الثاني وهذه طلبات إعادة تصويت الآن التصويت تم لكل الدوائر هذه طلبات تطلب إعادة تصويت واحتاج إلى نصاب الآن الدوائر تمت لثمانية عشر محافظة بالكامل هناك طلبات إعادة تصويت من قبل ستة وسبعين نائب تطلب ضم ناحية المحلبية لقضاء تلعفر أيضا هناك طلب آخر ليبقاء دائرة واحدة من سنجار وبعاج طلب مقدم من خمسين نائب أيضا طلب من النائب قصي عباس محمد بما يتعلق بدائرة سهل نينوى سيدات سادة النواب الدوائر الثمانية عشر العفو الدوائر للمحافظات للثمانية عشر تم إنجازها بالكامل وهذه الطلبات ما لم يوجد نصاب لعرضها لا يتتمكن رئاسة المجلس من عرضها شكرا لجهود اللجنة القانونية شكرا لجهود السيدات وسادة النواب جميعا وترفع الجلسة إلى موعد آخر سنعلمكم به لاحقا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة